بسم الله أبو الإبن الروح القدس إلى الواحد أمين نكمل تأملاتنا في رسالة يهوزة خذنا النص الأولاني قبل صيام العذرة ونكمل النص الثاني نهاردة فكركم يهوزة واحد من الاثنى عشر أخو القديس يعقوب اللي يعتبر أسقف أرشاليم الأول والملقب بأخو الرب ويعقوب يهوزة ولاد حلفة أو كلوبة اللي هو جوز مريم الأخرى أخت العدر ومن هنا يعني كاليوم اعتبار خاص على اعتبار يده أرابة من ناحية الجسدية لرب المجد يسوع يهوزة ده غير الإسخريوت له اسم تاني اسمه اللباوس أو تداوس ودي أسماء موجودة في الأناجيل لما كان بيذكروا في الأسنى عشر يهوزة مثل بقية الرسل أغلبهم قبل سنة سبعين ميلادي استشهدوا معدى يوحن الحبيب اللي قعد تقريبا لنهاية القرن الأول سبعين ميلادية كانت سنة فاصلة لأنه أرشاليم فيها اتضمرت اتحرقت خربت ومئات الألاف يمكن من اليهود قتلوا أو تشردوا بسبب أن الرومان دخلوا انتقموا من اليهود وخربوا البلاد المسيحين كانوا عارفين أن ده هيحصل لأن ربنا يسوع كان حذرهم قال لهم لما تلاقوا أرشاليم محاطة بجيوش اهربوا للجبال فكانت نبوءة دقيقة قالها ربنا يسوع وتمت فكل المؤمنين يعني هربوا ساعتها وتشتاتهم يهوزة مشي راح السماء قبل السنة دي في الوقت ده في الستينات بالزاد زادت حركة الغنوسية والتهوت نوعين من البدع اللي بقوا يلخبطوا الناس الناس متلخبطة لأنه في تعاليم فلسفية جاية من ناحية اليونانيين وفي تعاليم يهودية متشددة جاية من ناحية الفرسيين والاتنين بيلخبطوا الفكر المسيحي وأغلب الرسل تصدوا للكلام وشكده اللي يذاكر بولس وبطرس ويعقوب يهوزة ويحنى يلاحظ أنهم دايماً واخدين موقف دفاعي واضح أن عليهم ضغط عقيدي بيردوا عليه كلهم بدون استثناء فده لأن أغلبهم كتبوا في الستينات قبل ما يستشدوا مرة اللي فاتت أرينا أول تمن أعداد وهي رسالة يهوزة إصحاح واحد ولقينا أن القديس يهوزة بيحذرنا من الفجار الذين يحولون نعمة إلهنا إلى الضعارة ده كان فكر غنوسي بقى غنوسي يعني فلسفي ياخدوا نعمة ربنا ويستبيحوا يعني يقولوا للناس غلطوا براحتكم الروح مالوش علاقة بالجسد الناس تعرف ربنا بعقلها بروحها إنما أكسادها تعمل اللي هي عوزة فكأنهم يحولون نعمة إلهنا إلى الضعارة لأنهما فتحوا باب الشر تحت الدعاء إنه الجسد ده مالوش علاقة بربنا وينكرون السيد الوحيد لأن الغنوسية شككت بداية التشكيك في لهوت المسيح اعتبروا المسيح واحد من ضمن الآله فطبعاً ده لخبط دماغ بعض المسيحيين وبسبب كده القديس يحنى كتب رسالته والقديس يعقوبة لمح والقديس بطروس كلهم ردوا عكلاته ابتدى القديس يهوزة يرجع نفس الفكرة إلى العهد الأديم عاوز يقول في كل جيل كان فيه ناس أشرار بتحاول تلخبط الأبرار إنما الناس دول عقابهم صعب وحسبهم عسير فهي رجع معنا العقيدة دي إنه فيه عقاب شديد للأشرار اللي بيتحدو المعرفة الإلهية أو الإرادة الإلهية أعرى من عدد خمسة بس أفكركم بالأيات دي أريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضاً الذين لم يؤمنوا يعني رغم أن الشعب طلع في العبور والفصح بسبب عدم إيمانهم هلك يعني شافوا المعجزات وعدوا في المعمودية بتاعت موسى دي إنما المصير النهائي كان هلاك بسبب عدم الإيمان والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم يؤصد الشياطين كانوا ملائكة محافظوش عن الردبة بتاعتهم بل تركوا مسكنهم يعني سابوا معلقتهم بربنا حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام يبقى مقيدين لغاية ما يهلكوا في النار الأبدية في نهاية الزمن يبقى هنا إدى مثل من الشعب اليهودي المتزمر اللي هلك سبب عدم الإيمان ودى مثل من الملائكة اللي سقط مثل ثالث كما أن سدوم عمورة والمدن التي حولهما الزنت على طريق مثل سدوم عمورة ومضت وراء جسد آخر يعني حتى مش زنة طبيعي الزنة بكل أشكاله المنحرفة جعلت عبرة عبرة مكابدة عقاب نار أبدية لأن نزل عليهم النار والكبريت يبقى ده مثل ثالث للعقاب أنا أتعجب أن في هذا الزمن في ناس بتحاول تقول ربنا ما بيعاقبش يعني ما بيعاقبش يبقى إله غير صالح لو هو يسيب الشر يفتري ويقعد يتفرج يبقى إله شرير لازم يعاقب طبعا ولازم يأدف ومن هنا بيجي خوف الله وخوف الله لا يتعارض مع محبته احنا بنحب ربنا وبنخاف ربنا الاثنين مع بعض والأمثلة اللي بتتقال دي كلها تخلي الواحد يخاف ناس عدوا في معجزات وهلكوا خوف ملايكة ساقطوا تخوف بتعسدون معامورة لما انحرفوا وراء أكسادهم وابتدوا بقى بدعوا اللي خبطوا هلاك انتهوا بنار وكبريت ولكن كذلك هؤلاء أيضا في جيل بقى القديس يهوزة هؤلاء أيضا المحتلمون اللي هم يقعد يقول لك حلمت ويقلف روايات وينسبها لربنا وينجسون الجسد دول اللي بيحللوا للخطي ويتهونون بالسيادة لهم يترياءوا على ربنا وعلى الملايكة ويفترون على زاوي الأمجاد يعني ايه تلاقي ان هم بدل ما يعطوا المجد لله يتكلموا كده بنوع من الاستهتار والاستهانة والافترة على القديسين على الملايكة على ربنا نفسه فيه ناس في الزمن ده بتصخر من كل شيء روحاني من كل شيء فيه قداسة وتترياء وتستهين وتفتري وهم مش ماخدين بالهم بيئزوا روحهم لانه ده تكديف على ربنا كذلك هؤلاء ايضا في جيل بقى القديس يهوزا طلعوا الناس المحتلمون عايشين في احلام واوهام ينجسون الجسد عايشين في نجسد يتهونون بالسيادة ويفترون على زاوي الأمجاد عشان يقول لهم ده الطبيعي ان الناس تحترم جدا الامور الروحية وتوقرها فهيدي مثل غريب وعجيب شوي المثل ده يمكن ما تلاقيهوش في نص العهد القديم لكن ده موجود في التقليد اليهودي زي ما احنا عندنا تقليد مسيحي يعني بعض القصص المعروفة في الزمن المسيحي وما بعده لكن مش مسجلة بالحرف في الانجيل زي مثلا زيارة العائلة المقدسة مصر لفت في مصر ومعروف اماكن كتيرة زارتها العدرة ويوسف النجار ومعهم ربان يسوع له المد هي مش مسجلة غير اية واحدة بتقول انه جم مصر لكن ده تقليد اذا التقليد ده يحترم زي مثلا المسيحي عادي يحكي مع تلميزاء عن كل الامور المختصة به في جميع الكتب طيب ما هو ما تسجلتش الحتة دي الكلام بالتفصيل مش موجود فيه 24 هي مجرد جملة طب قال ايه المسيح ده تقليد قاعد يشرح من التكوين والخروج واللوين كل ما يختص به فزي ما احنا عندنا تقليد مسيحي هم عندهم تقليد يهودي احد القصص اللي في التقليد اليهودي اللي اعتمدها القديس يهوزها وده يؤكد انها قصة حقيقية ان كل الكتاب موحى بيه من الله طالما تذكرت في العهد الجديد يبقى وحي مقد يقول اما ميخائيل ايه القصة دي ميخائيل رئيس الملائك لما صمى ابليس في خصومه حصلت في العهد القديم بين الشيطان والملك ميخائيل ايه الحكاية محجن عن جسد موسى لم يقصر ان يورد حكمه افتراء بل قال لي ينتهرك الرأي حد فهم تعالوا نشرح اللي حصل لما موسى مات تعرفين موسى طلع الجبل لوحده خالص تعليمات المسيح كده كده والمسيح نفسه هو اللي دفنه وما حدش يعرف لغاية النهاردة جسد موسى فيه لان ربنا اراد ان يخفي جسده السيطان كان عاوز يظهر جسد موسى عشان يضل لليهود لان اليهود يميلوا الى العبادة الوسانية لدرجة انهما في زمن حتى السارية بتاعت الحية النحاسية عملوها تمسال وعبدوها فجي عزقية الملك حرقها وكسرها عشان من كتر ملهم للوسانية فلو طلعوا جسد موسى هيعملوا زي بعض العبادات المصرية في الوقت ده يعبدوا المومية فالملاك مخايل اخفى الجسد تعليمات ربنا كانت كده الشيطان عاوز يظهر الجسد فقام الملاك مخايل كل اللي قاله ايه لينتهرك الرب فهو عاوز يقول لهم ده رئيس الملاك مخايل صاحب سلطان ما بيغلطش في الكلام ما بيجتمش ما بيلبخش يوم قال قال ليينتهرك الرب يعني عاوز يقول الناس دي عملا تفتري على الملاكة وتغلط في اسم ربنا طب ده رئيس الملاكة يوم ما تكلم مع الشيطان كل اللي عارف يقوله ليينتهرك الرب لكن ما فيش غلط في الكلام ما فيش اسلوب يعني غير لائق حتى لو في موقف شديد يعني يقول الأمة مخايل رئيس الملاكة لما خاصم إبليس محجن عن جسد موسى لم يقصر أن يرد حكم افتراء لأنه قال عليهم مفترين بيفتروا على زاوي الأمجاد فقال هو ما افترهش هو مجرد قال ايه ليينتهرك الرب ولكن هؤلاء المبتدعين بقى يفترون على ما لا يعلمون يعني اللي مش فاهم تلاقيه بيفتري لأنه مش فاهم واللي افتراء ده معناه الظلم حتى في الكلام وتغيير الحقائق والاتهامات الباطلة كل ده اسمه افتراء ففي افتراء على ربنا نفسه وفي افتراء على الملايكة والقدسين وفي افتراء على الناس الأبرار اللي عايشين وفي التاريخ يا ما ناس يعني افتروا على ناس لكن ربنا اله ينصف المظلومين دايما ما يحبش اللي افتراء فبيقول دول بقى الجماعة اللي تعبين الكنيسة يفترون على ما لا يعلمون يعني عارفين لما واحد يقول يتكلم كلام كده لا هو دارس ولا فاهم ولا عارف وعمال يخبط ويرزع في الكلام ويتريع يا بني يا بني يتكلم على قدك يا حبيبي يعني كل الناس ما بتفهم وانت بس اللي بتفهم خليك عائل يفترون على ما لا يعلمون أما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ده الخديس يهوز زعلان قوي فبيقول ده الحيوانات بتفهم حاجات بالطبيعة دول ما بقولش زي الحيوانات دول أقل من الحيوانات لأن حتى الأمور الطبيعية من لخبطينها في علاقات الطبيعية اللي المفروض أي حيوان بالغريزة يفهمها ويعيش فيها ممكن يستبدلوها بسبب الشر فبيقول في ذلك يفسدون يعني شبههم بحيوانات غير ناطق يعني الإنسان يميزوا النطق العائل ده لغى العائل ولغى الغريزة ولغى كل حاجة طبيعية وبقى الإنسان ماشي ضد الطبيعة طبعا دي توريكل العالم اللي احنا فيه ماشي ازاي برضو إذن فيه إشارات دقيقة من العهد الجديد أن فيه موجة من الضلال والغش واللخبطة والشيطان يسيطر على عقول الناس يخليهم يعيشوا بطريقة حتى الحيوانات ما تعمل هاجم أما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون يعني ولد حتى بالطبيعة بيعملوا ويل لهم لأنهم سلكوا طريقين رجعنا تاني بصوا بقد قصص من العهد القديم وده يؤكد أنه قصص العهد القديم ما هيش روايات مجازية أو أساطير لا دي قصص تاريخي حقيقي لأن اللغة اللي بيكلم بها القديس يوز بيستشهد بأحداث فلما بيقول طريق قيين يبقى الناس كلها عارفة حكاية قيين لما افتر على هبيل وموته فالناس لما بتغيب العقل بتظلم وبتفتري ويبقى الأخ يقتل أخوه وهو أخوه ما غلطش خالص هبيل ما عملش حاجة غلط ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قيين وانصبوا إلى ضلالة بالعام يبقى شوفوا حكا سدوم وعمورة وحكا قصة قيين وحكا ضلالة بالعام هنحكيها دلوقت وحكا قصة خاصة في وقت موسى بين الملك مخايل والشطان وحكا الملايك اللي سقطوا وحكا هلاك الشعب اليهودي اللي عد في البحر ومع كده في الآخر بسبب عدم الإيمان هلك وكأنه بيراجع العهد القديم كله من منظور العقاب الإلهي الحق الإلهي العدل الإلهي يبقى الرسالة كلها بتناقش الشر لنهاية طبعا وربنا قاض عادل مظمور بيقول كتب ديان عادل يبقى رغم الأبوة والحب والكرم والسخاء والفداء لكن ربنا إله عادل وإلا ما يبقاش إله صالح ويلوا لهم لأنهم سلكوا طريقين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة بيفكرنا حكاية بلعام لما تفتكروها دي كانت موجودة في سفر العدد تنبأ وكان عنده روح نبوة فكان يرى بعض الأمور المستقبلية ومن ضمن نبوآته تنبأ عن مجيء المسيح إنما بلعام عينه في الفلوس فملك مقابل وسني عاوز يغلب اليهود فكل شيء يقول له تاخد كام وتلعن الشعب يقول له لا ما قدرش أقول غير اللي ربنا يقوله وفعلا كلما يوقفوا في حتة عشان يبص على اليهود ويلعنهم يبركوا وبعدين بلعام عينه في الفلوس لكن لسانه مش مطوعه يلعن فبيبارك أم في الآخر قال للملك أنا اللي هلعن ولا هبارك إيه رأيك أقولك تعمل إيه السعب ضيضيعه هو ربنا بيكره الشر دخل بنات وحشين من عندك يضيعوا الشباب اليهودي خلاص ربنا يسيب الشعب وانت بقى تستلم الشعب ده عشان كده بيسموها ايه ضلالة بلعام ضل للناس او مشورة بلعام مشورة شريرة لأنه يعني وصاء ازاي يضيع الناس ويملد مخهم شر وبالتالي يغضب عليهم ربنا فرغم أنه لم يتنبأ بلسانه إنما هو قال مشورة بطالة فهنا بيقول سالكوا طريقين وانصبوا على الناس دول بيقولوا مشورة بطالة زي بلعام إلى ضلالة بلعام لأجل أجرى وهلكوا في مشاجرة قورح دي قصة أخرى يمكن سابع تامن قصة من العهد الأزيم ايه قورح برضو تلاقوها في سفر العدد 16 قورح ودسان وابيرام دول ناس عملوا ثورة على موسى وهرون وبعضهم من اللويين من عيلة موسى وهرون بس مستكترين هو فيش غير موسى وهرون إحنا كمان نقدر نبقى كهنة ونبقى أنبيا وحبوا ياخدوا الكهنود بالدراعة وحبوا يخلوا الناس تمشي وقراءهم ما تمشيش وقراء موسى وهرون دول الأرض بلعتهم لأن ربنا دافعا عن اختياره هو اللي اختار الموضوع مش بمذاك بشر فهنا عمال يدي أمثلة أن ربنا عاقب قورح وناسه عاقب بلعام وانتهى نهاية وحشة عاقب قيين وانتهى نهاية وحشة الشعب اليهودي لما انحرف عن الإيمان هلك اللي بستعصدوه معامورة تحرقوا بنار وكبريت فعاوز يقول ابعدوا عن الشر اهربوا من الأشرار الناس اللي بطلخ بأد دماغكم ابعدوا عنهم هؤلاء رجعي يكلم عن الناس المبتدعين في زمنه هؤلاء صخور فيه ولا امكم المحبية ايه ولا امكم المحبية من زمان في حاجة اسمها وليمة الاغابي الاغابي كلمة المحبة المسيحية الاخوية النقية لما الناس بعد الاداس تاكل لقمة اغابي لين الناس بتبقى جاية من صفر والغاني والفقير يأكلوا من طبق واحد ويبقى شعب الكنيسة عيلة واحد الناس دول لما يدخلوا في جو الكنيسة يبقوا زي الطوبة كده زي الصخرة ما عندهمش محبة ما عندهمش مشاعر مقية دول دخلين بقلب قاسي فعل حزبوا من اعدادكم الاغابي الناس الطيبين اللي بيحبوا بعض دول لما يدخلوا يبوزوا العلاقات يشوهوا المنظر لان دول ما يعرفوش يعني ايه محبة نقية خالص يقول صانعين ولائم معهم يعني دول ممكن يعملوا الولائم بلا خوف راعين انفسهم ودي علق على حاجة شباه القديس بوليس في كورونس سلول 11 لما لقى بعض الناس تجتمع في الكنيسة وتجنب الاكل للبهوات وتحتقر الفؤرة وتعمل تمييز طبقي كده جوه الكنيسة ويرعوا نفسهم زيادة فالقديس بوليس قال لهم ما عندكوش جيود تاكلوا فيها ولا ايه ولا هو بيت ربنا يبقى فيه اغنية وفؤرة الحتة دي زعلت وقى القديس يعقوب اتكلم فيها في عقوب اتنين وقال لما يدخل لكم راجل لابس خواتم دهب وتقول له عد قدام والغلبان تقول له افورك انتو ازاي ما بتعملوا كده قال تصيرون قضاة افكار شريرة مش تحكم مدمخ كل فكرت كده اذا دي كانت ظواهر بتدخل على الكنيس ان يبقى فيه ناس شايفين روحهم يرعوا نفسهم ودول اللي يطلعوا بأفكار غريبة ويشككوا الناس في الحق ويستبيحوا الشر كل دي صفات المجموعة دي فقال عليهم صخور عارفين في بعض البشأ الناس تتعامل معهم تحس ما عندوش احساس ما عندوش قلب ما فيش مستعاطف ما فيش حنية ما فيش مشاعر طبيعية غيوم بلا ماء يعني ده تشبيهة آخر للناس دول اللي هو غيمة الغيمة دايما تتوقع منها مطر والمطر خير فتتوقع انه هو حاجة كويسة تاخدش منه حاجة كويس زي ما قالها بولوس في تيموز الثانية لهم صورة الطقوة لكنهم ينكرون قوات منظر بس فغيوم بلا ماء يعني سحابة مخشوش واحد كأنه عنده معلومات دينية لكن لا بيحب حد ولا بيرعي ربنا وبيعلم غلط وبيلخبط الناس فغيوم بلا ماء مخدناش منه نقطة مية يعني تحملها الرياح برش ده تعبير مهم ليه التعاليم الغريبة احبائي زي الريح الريح تحرك الغيم وتحرك الشجر وممكن تطير الشجر الخفيف عشان كده في الزمن ده دايما نقول خلي كل واحد شجرة مغروسة عشان ما يجي هوا الشجرة لو مالت ما اضطر نما لو الهوا جديد والشجرة جدرها ضعيف هتطير وفي ناس كتيرة بتطير في الزمن ده تلاقي كلمة وقدي وكلمة تجيب فاكرين رب المجد يسوع لما تكلم عن الظاهرة دي لما قال قصبة تحركها الريح يعني في الزمن بتعربنا يسوع وفي كل زمن في ناس زي القصبة كده تتميل مع اي ريح وقال ها بول صغيرة محمولين بكل ريح تعليم غريب يعني تطلع موضة كده الناس تمشي فيه تمشي كده نمش وقراها طب وكلام ربنا والحق اللي ماشي من ساعة ما المسيح تجسد وفدانا والكنيسة اللي قدمت شهداء وتحدت العالم كله ننسى الكنيسة ونمشي مع كل ريح تعليم غريب فهنا بيقول غيوم بلا ماء تحملها الرياح يعني ما لهاش شكل ريح تزوء اشجار خريفية تشبيهاته جميلة القديس يهوز لان الاشجار الخريفية بالذات يحصل فيها ايه عارفين في الخريف يحصل ايه ما تلاقيش صمر وتلاقي حتى الورق يقام عشان كده احنا في المزمور الاولان نقول ايه كشجرة مغروسة عند مجار الماء تعطي صمرها في حينه وورقها لا ينتصر مش اشجار خريفية تلاقي الشخص الروحاني شجرة مغروسة لها صمر وورقها حلو زهزك او حلو فيبقى في فضائل وفي اعمال صالحة وفي ايمان عميق جدر عميق تيجي اي رياح محصل لوش حاجة ده اللي المزمور بيقول لنا خليكو كلكو كده توبة للرجل عشان يبقى شجرة مغروسة هنا بيقول دول اشجار خريفية بلا صمر مناظر يعني مجرد منظر التقوى منظر تدين لكن لا في قلب ولا في خوف ربنا ولا في توبة حقيقية ولا في تعليم مستقيم ولا في اعمال صالحة كل ده اشجار خريفية بلا صمر ميتة مضاعفا مقتلعة يعني ايه فكرنا بكلام ربنا يسوع لما بيقول كل غصن في لا يأتي بصمر يقطع ويلقى في النار يبقى اي شجرة فيها غصن ميت ميت يعني ما بيطلع فهنا ميتة مضاعفا يعني دي ماتت مئة مرة لما يكون شخص بيستحل الشر وبيعلم تعليم غريب ضد الكنيسة وبينادي بأفكار غريبة وبيستبيح الخطية ده ميت مضاعفا ومقتلعة يعني ايه مصرها تتقلع تترمي في النار ويلعوا بيها النار ده قالها القديس يحن المعمدان كمان قد وضعت الفأس على اصل الشجرة كل شجرة لا تصنع صمرا جيدا تقطع وتلقى في النار الناس خافت من كلام جرب بنا يسوع اللي تصليب وقال نفس الكلام قال كل غصن فيها لا يأتي بصمر يقطع ويلقى في النار وكل ما يأتي بصمر ينقيه ليأتي بصمر اكثر يعني ما توقفش عند اي مستوى تشتغل على نفسك ثاني وثالث وتجيب نتيجة احسن غيوم بلا ماء تحملها الريح أشجار خريفية بلا صمر ميتة مضعفا مقتلعا في الاخر دي تتخلع وتترم امواك بحر هائجة مزبدة بخزيهم ده ضمن التشبيهات اللي بيشبه بها ايه المبتدعون اللي هم وصفهم اكتر من الحيوانات غير الناطقة واللي قال عليهم فجار يحولون نعمة الله للدعارة وقاعد يحذر الناس منهم زي ما يحذرهم من مشورة بالعام وطريق قيين والكلام فهنا بيقول عليهم تشبيه جديد امواك بحر هائجة يعصوتهم عالي وعملين دوشة وهي لكن شوية موجة تطلع وتنزل ما لهاش تأثير في الآخر مزبدة بخزيهم دي قالها بعض القديس بوليس في فليبفي قال مجدهم في خزيهم ويفتخرون في الأرضيات وإلههم بطنهم يعني تصوروا يبقوا معلمين مفروض أو ناس بتدعي الروحانية ويفتخروا بالشرور يا أخي الشر ده يكسف لما واحد يغلط يكسف على روح لكن مجدهم في خزيهم يعني توصل إن الإنسان يفتخر إنه بيغلط هد كده الشيطان يضل للناس فهنا بيقول مزبدة بخزيهم يعني موجة عالية وخزيها صريح زي في الوسانية عبادة الأوسان كان من ضمن الممارسات بتاعتها الزنا فبيقدموا أكسادهم للزنا إرضاء للوسان أو للشيطان دي حاجة يعني حاجة وحشة إزاي الناس تعمل كده وتبقى مبسوطة نجوم تائها تشبيه آخر بصوا شابهم بالغيوم السحاب اللي مفيوش مية شابهم بالأشجار الخريفية المقتلعة ميتة شابهم بالأمواج المزبدة اللي هي طلع ريم كده على الوش لكن هي حاجة ما لهاش قيمة وبعدين شابهم بالنجوم التائها لأن القديسين نجوم ونيرة دانيال في آخر نبوءته يقول الفاهمون يضيقون ضياء الجهلة في السم والذين ردوا كثيرين يضيقون كالكواكب في ملكوت أبيهم ولما القديس بوليس وصف القديسين قال نجم يمتاز عن نجم في المجد وفي سفر الرؤية يكلم عن أمنا العدرة متسربلة بالشمس والنجوم 12 نجمة حواليها يعني إذن فكرة النجوم دي إشارة للقدسين اللي بنوارين في السماء طيب دول بقى المبتدعين دول نجوم تائها فين تلاقي نجمة كده بيختفي بيطير مالوش وجود بعد كده محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد يعني دول دي أجسام مظلمة تنتهي في الفلك بلا وجود بلا قيمة تنبع عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم وهو دي حاجة ثانية من التقليد اليهود بصوا يهوزة ده يهودي أصيل من الأصل ورسول من الرسل فجاب لنا حاجتين من التقليد اليهود همركوا سمعتوا عن حاجة اسمها نبوة أخنوخ أخنوخ كل اللي نعرفه أنه صار مع الله فلم يوكت الرب نقله شخصية عجيبة وفريدة من نوعها أنه دخل كده للبرية وما حتش عرف سكته الرب نقله لدرجة الأباء يقوله يمكن ده اللي هيظهر في آخر الزمان يقف ضد يعني يقف أمام ضد المسيح مع عائلية النبي لأن دول اللي ما متوبش في التاريخ إليه وأخنوخ بعدين يموتوا ويقوموا حسب نص الرؤية 11 إنما هنا أخنوخ ده مذكور في الكتب اليهودية التقليدية القديمة المعتمدة أن له نبوء له نبوء اليهود الربايز المعلمين والكبار حفظينها وعرفينها ومسجلة في كتبهم ذكرها الوح طالما يهوزة قالها تبقى نبوح رغم أن ما كانها الطبيعي العهد القديم بس إحنا بنقراها في رسالة يهوزة في العهد الجديد وده يوريكم أن الكتاب واحد فبيقول تنبأ عن هؤلاء هؤلاء ظلمين كل اللي ضد ربنا يتباهى بالتدين الظاهري ويعيش حياة كلها شر ويعلم تعليم غريب مثل هؤلاء الموجودين في كل زمن تنبأ عنهم أخنوخ كان لقبه السابع من آدم لأنه اللي يرتب الأجيال يلاقي آدم شيث وهكذا لغاية ما نوصل لأخنوخ يطلع السابع من آدم فالسابع ده معناه سابع جيل من آدم يعني قبل نوح كمان تنبأ أخنوخ السابع من آدم قائلا هو زا قد جاء الرب في ربوات قديسية تصوروا أن أخنوخ اللي فجر التاريخ خالص ده بعد آدم بحاجة بسيطة شاف بروح النبوة مجيء المسيح في آخر الزمن حاجة عجيبة أو يعني زا يا أخنوخ ده أنت يدوب لسه البشرية مخلوقة في آدم ده الأجيال الأولى ده قبل نوح إنما بنروح القدس تنبأ عن آخر الزمن خالص عن مجيء المسيح فبيقول هو زا ربه يأتي في ربوات قدسية اللي هو المجيء التاني يأتي في مجده مع ملائكته وقدسية ليصنع دينونة إذن أخنوخ يعتبر أول من تنبأ في الكتاب كله عن يوم الدينونة أغلب الأنبياء بقى روح لأشعية وقرمية وحسقيال ودنياء كل دول يتكلموا عن الدينونة وصفانيا وهوشع كل الأنبياء ذكروا نهاية العالم والدينونة ورب المجد يسوع يتكلم عن نهاية العالم والدينونة والرسل كل كتب ذكرت النهاية والدينونة الدينونة يعني يدين كل واحد الأحياء والأموات ويجازي كل واحد حسب عمله أول واحد ذكر الحقيقة دي أخنوخ يقول قد جاء الرب في ربوات قدسي ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فقارهم يبقى في عقاب وذي كلمة يعاقب صريح لكل الفقار عبر التاريخ عهد أديم عهد جديد كل اللي عاشوا في فقور ورفضوا التوبة يوم عقاب شديد في يوم الدينون يعاقب جميع فقارهم على جميع أعمال فقورهم التي فقروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خططا فقار ده مش فقار بس ده بيقولوا كلام صعب بيهين وربان يعني الفقور مش مجرد أنواع من الزنا والإباحية ده مقترن بالتكديف على الله وإهانة اسم الله ورجال الله فبيقول ده لهم عقاب شديد جدا في الدينون من أول ما تنبأ عنهم أخنخ السابع من آدم ليصنع دينون على الجميع على الجميع دي اللي هي يدين الأحياء والأموات اللي بنقولها في قانون الإيمان ليس لملكين قضاء وهنا يجازي كل واحد حسب عمل والأبرار لهم أعمالهم والأشرار لهم أعمالهم يعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة بصوا كلام مسئولية اللي بيكلم كلام مش مظبوط كلام صعب يغلط في الناس ويغلط في ربنا حسابه جديد بكلامك تتبرر وبكلامك تدام هؤلاء لسه عمال يوصف الفئة دي لأنها تعبى كنيسة فئة المعلمين الكذبة الأنبياء الكذبة اللي يحللوا الغلط اللي يخضروا ضمائر الناس اللي لخبطوا عقيدتهم اللي يستبيحوا الشر وراهم هؤلاء هم مدمدمون متشكون دمدمة زي الشك الشكوى دول ما بيبطلوش تزمر ما بيعجبهمش العجب سالكون بحسب شهواتهم تحركهم بقى الشهوات وفمهم يتكلم بعظائهم لها الفلسفات بقى يعودوا يتفلسفوا يقولوا كلام شكله حل لكن دول لا بيعجبهم عجب ومشيين ورا شهواتهم يحابون بالوجوه يعني ما يلاقوا ناس أغنية يتملقوهم ناس مهمين مشهورين يبقى كلام ناعم قوي لأن فيه أغراط ما فيش حق يعني يحابون بالوجوه من أجل المنفع بتلاحظوا التعاليم الغريبة موجودة في كل زمن الأنبياء الكذبة موجودة في كل زمن ربنا يسوع نفسه حذرنا وقال احذروا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بسياب حملان وهم من داخل زئاب خاطف راح القديس بولس خد من المسيح كلمة زئاب خاطفة وذكرها فعزيته للكهنة و هو بيودعهم قال لهم منكم هيطلع الناس هيبقوا زئاب خاطفة لا تشفق على الرعيم لأنه بياخد من كلام المسيح لأنه المسيح رهو المجد نبه على كل الأجيال كما كان هكذا يكون هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء يقلبوا الناس على الأنبياء وهم أنبياء كذا يحابون بالوجوه من أجل المنفع طيب احنا بقى سمعنا كلام كتير عن الأشرار والمبتدعين والأمثلة بتاعتهم والقصص اللي حصلت في العهد القديم طيب نعمل احنا بقى يابونا يهوزة بقى والأمة أنتم بقى يبتع ربنا بقى الأطقياء المخلصين أما أنتم أيها الأحباء أذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح هذه مهمة ليه في كتابة رسالة يهوزة هل كان فيه إنجيل في إدين الناس لا طيب الناس عايش على إيه على أقوال الرسل اللي بنسميه التقليد الرسولي الناس عايش على كلام متى ومرقص وبطرس ويحن لسه الإنجيل بيتكتب مش موجود كتب في إدين الناس لكن الرسل بيقوله المسيح قال إيه الرسل نقله بدقة ما قاله رب المجد يسوع وقاله الأصد منه فبيقول أذكروا أنتوا أيها الأحباء أذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح عشان كده احنا اسمينا كنيسة رسولية بوليس يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوي يعني ايه كنيسة رسولية يعني بداية من الرسل هم اللي علمونا الإيمان عندنا تقليد اسمه تقليد رسولي استلمنا الوديعة للرسل استلموها من المسيح تسلمت من الرب ما سلمتك ده اللي بنسميه تقليد الرسولي بيأكدوا القديس يهوزة بالآية دي اذكروا الأقوال إذن فيه تقليد شفاهي الأقوال التي قالها رسل ربنا يسوع المسيح فإنهم قالوا لكم كل الرسل قالوا إيه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون المسالكين بحسب شهوات فجورهم ربنا يسوع قال كده إن في الأيام الأخيرة هيجي ناس مستبيحة وإيه تضل للناس وتحلل الغلط قالها بقى أولسوا قالها بطلسوا قالها كلهم قالوها تعليم ده مستقر واحد يقول فين الأيام الأخيرة دي شوفوا من بعد صليب المسيح كل الأيام تعتبر الأيام الأخيرة لأنه خلاص بدأنا العد التنازلي بعدما المسيح صعد ملايكة قالولنا زي ما صعد هيجي تاني فإحنا في المرحلة الأخيرة من تاريخ البشرية ننتظر مجيء التاني فإحنا عايشين في الأيام الأخيرة وكل لما نطول نحس أن الأيام الرابط يعني طولت ألفين سنة مثلا بعد المجيء المسيح لكن اسمها الأيام الأخيرة برضو سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم علامة من علامات المعلمين الكذبة أنه هم ما يخضعوش للكنيسة يعتزلوا بأنفسهم تحس أنه بيمجد نفسه ملوش كبير مش جوه جسم الكنيسة مش خاضع للكنيسة بتقصاها بعقيدتها برئاستها لا يعتزل بنفسه ويعمل لنفسه حزب ويعمل لنفسه شعبي وياخد الناس حواليه ومش مهم يدخلوا الكنيسة معتزلون بأنفسهم نفسانيون دي كلمة جميلة حكيمة من القديسة يهوزة ليه أقصد جميلة في ضقتها يعني أن دول بيأثروا تأثير نفسي على الناس مش تأثير روحي في حاجة اسمها التأثير الروحي معناها ببساطة التوبة يعني الكلام اللي يحرك مشاعر توبة ورجوع لله ده تأثير روحي يحن المعمدان ما كانش كلامه سهل يعني ما كانش كلامه أصد مريح كان كلامه جديد بس كان يعمل تأثير روحي كل الناس توقف تتوب لكن في ناس نفسانيون يقولوا كلام نفس يعني يقولوا كلام شكله حل يقولوا كلام نفسي يخضر الضمير لكن لا روحة لهم يبقى فيه معلمين يتسموا بالخط النفسي اللي ما يهتمش بحق الإنجيل ولا بالتعليم المستقيم ولا بتوبة الناس وللأسف دول كتار في الزمن ده نفسانيون نموضة كده إنك تشتغل على موضوع النفسية ده الناس كلها نفسية تتعبان فيبقى إيه السوق حلو يعني فتلاقي كلام النفساني الشيك ده طب التوبة طب طريق الخلاص طب التناول طب الصيام والصلة طب تعليم المسيح نفسه طب محبة الكل ومحبة الأعداء مش ده الأساس تلاقي كلام نفسي بس فقال دول معتزلون بأنفسهم يطلعوا برى الكنيسة ونفسانيون لا روحة لهم يبقى لكم دول مقياسين مهمين تعرفوا بهم المعلم الكاذب هو ده شغال لوحده ولا شغال من جوا الكنيسة العلامة التانية ده بيقول كلام نفساني ولا بيقول كلام روحاني يشجعك على التوبة والنقاوة والجهاد طريق السماء أو بالبلد بابه واسع ولا بابه ديء يعني إيه الباب الواسع يعني يخضر لك ضميرك يحلل لك الغلط الباب الدايء يوجع قلبك شوية بس إيه يخليك تنخس فتتدايق من نفسك تروح تصالح أخوك تروح تاخد قرار توبة يبقى هو بيدايق عليك عشان تدخل على السماء مش بيريحك وخلاص ويضيع منك السماء آخر جزء في الرسالة أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس يبقى بعدما حذرنا من التعليم الغريبة والإيمان الملخبط قال ابنوا نفسكم على الإيمان الأقدس الإيمان المستقيم هو أساس الحياة الروحية المستقيمة مصلينا في الروح القدس ما تصلوش صلوات نفسانية صلوا بقى بالروح القدس والروح القدس علم الكنيسة تصلي صلوات كتابية صلوات لترجية نسميه كل الأداس والتسبحة والأجبية معاني طلعة من الإنجيل فبنصلي بالروح القدس أحفظوا أنفسكم في محبة الله أهم تعليم أنك تبقى في علاقة حب مع الله والناس حب الرب إلهك تحب قريبك كنفسك حافظ على نفسك في الحالة دي لأن التعليم الغريبة ممكن تحللك الأزية والكراهية تعليم غريبة احفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح يبقى كل القدسين والأطقية عايشين في وضع انتظار للمجيء الثاني وبيطلبوا الرحمة طول الوقت ارحمنا عرام عشان لحظة لقاءنا مع المسيح كرحمتك وليس كخطيانا منتظرين رحمة ربنا يسوع في تعليم غريبة تقولك أنت مش محتاج الرحمة أنت خلاص وصلت تبقيت قديس طب هو ده كلام حقيقي احنا كلنا خطو تحت الألهم هتحك على روحي يعني لأنا محتاج الرحمة طبعا لأني لسه ضعيف ولسه بغلط وعارف أني محتاج رحمة ربنا إذا منتظرين رحمة ربنا ده الوضع الطبيعي منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية يبقى إحنا هندخل السماء برحمة ربنا بس وإحنا في وضع انتظار للرحمة لوضع التوبة وضع الخوف المقدس الحرص على محبة الله الإيمان المستقيم كل دي حاجات أساسية عشان ندخل السماء يبقى في الآية دي ذكر الإيمان والصلاة والمحبة والرجاء كل دول ذكرهم ليه منتظرين هنا يعني عندك رجاء تدخل الحياة الأبدية برحمة ربنا وارحموا البعض مميزين بما أنك بتطلب الرحمة يعمل رحمة بقى مدال عاوز ربنا يرحمك ما ترحم أخوك توبى للرحمة لأنهم يرحموا وليس رحمة لمن لم يعمل رحمة ارحموا البعض مميزين بصوا حكمة الرسل كبار لأن بعض الناس بالتمييز قد لا يستحقوا منك كل الشفق ليه لأنه ممكن ترحموا يأذي غيروا إذن أحيانا الشدة تبقى مطلوبة فقال ارحموا البعض تبقى المبدأ رحمة للكل لكن مميزين يعني لازم يبقى عندك تمييز بحالة درجة يقول إيه الرعي لا يجب أن يكون لا أسد ولا نعجة يعني إيه لا يبقى أسد طول الوقت يخوف الرعية ولا يبقى نعجة غالبانا الرعية تمشي لازم يبقى إيه في النص كده لازم يبقى قوي ورحيم في نفس الوقت زي ربنا يسوع رحيم جدا طبعا لكن بيميز بدليل أنه شد على ناس تاني لما قال ويل لكم هل يفتقر المسيح للرحمة؟ ما عاشي ده مصدر كل رحمة طبعا كلام الشديد اللي قلته ده يا رب مميزين لأن هم محتاجين الشدة دول عشان يتوبوا ارحموا البعض مميزين يبقى خلي عندك تمييز لألة تحت شعارات الرحمة تكون بتشجع الناس على الغلط زي واحد تفضل تسامحه وهو عمال يزود في الشر طب استنم وهو بيأذي غيره إذا كان في إيدك سلطان لا لازم تاخد موقف برضو عشان ما يجيش الأذى للناس التانية وخلصوا البعض بالخوف يبقى زي ما قال لنا ارحموا الناس بالتمييز بحكمة قال خلصوا البعض بالخوف لأن الرسالة كلها تتسم أن فيها خوف مقدس تحذيرات فقال في ناس ما تجيش بالطبطبة تيجي بالتخويف تيجي بالتحذير ما يكون واحد واخد في وشه كده وعمال يلخبط وما فيش حاجة بتوقفه طب ده رايح النهر لازم تفوقه لازم تخوفه لازم تحذره إذا كنت بتحبه ما ينفعش تفضل تطبطب عليه وهو مدايس في الشر إذا نخلصه البعض بالخوف يبقى حكمة الكنيسة وحكمة الإنجيل أنه من أجل خلاص الناس نستخدم أحيانا رسائل مشجعة جدا وأحيانا أخرى رسائل محذرة جدا ده مطلوب وده مطلوب في رحمة وفي رجاء ده كل الناس الحياة الأبدية وفي تحذير وتخويف لأنه في ناس مستهتر مستبيح ارحموا البعض مميزين وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار زي المطافية تخيلوا واحد خلاص داخل على النار هتفضل تقولوا يا حبيبي ومش حبيبي يعني شد وشد كده لأنه هتاكلوا النار فتبقى بتخطفوا من النار خطف فلازم يبقى فيه إحساس مسئولية عالي وفي نعم التحذير الشديد لأنك بتخطفوا من النار مبغضين حتى السوب المدنس من الجسد يعني الناس المستبيحة اللي عايشة في الزنة والدلع ده ده انت عاوز تكرهم فحتى كل ما له علاقة بالشر يبقى بيكره الخطيئة وكل ما يتعلق بيه والقادر دعوة جميلة يختم بيها بعد ما قال لنا تحذيرات ابنه أنفسكم على الإيمان الأقدس احفظوا أنفسكم في محبة الله مصلين في الروح القدس وقال منتظرين رحمة ربنا للحياة الأبدية ارحموا البعض وخلصوا البعض خليكم مميزين وخلصوا البعض بالخوف قال كل المبادئ الروحية كأنه حط الموعز على الجبل باختصار قال والقادر ربنا بقى دور النعمة بقى والقادر أن يحفظكم يعني يعمل اللي عليك والباقي على ربنا أنت ما تقدرش تحافظ على نفسك مية في المية القادر أن يحفظكم غير عاسرين يعني ربنا يصطر عليك لغاية ما تدخل السم يحفظك من الضياء غير عاسرين يعني ما تتكعبلش في السكن ويوقفكم أمام مجده بلعب في الابتهاك يعني ربنا يحافظ عليك لغاية ما توقف قدامه ما فيكش عيب ده عمل إلهي ده عمل نعمة ربنا يبقى بدأ بالجهاد والتحذير وانتهى بالنعمة والتشجيع والدور الإلهي ربنا قادر يحافظ عليك ويصطر عليك ويوقفك قدامه بلعب بعد ده كله في الابتهاك يعني يبقى أنت فرحان والمسيح فرحان لأنك وصلت السماء الإله الحكيم يبقى هو قادر وحكيم فإلهنا قادر وحكيم يحفظك غير عاسر عشان توصل الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور أمين دي كانت تسبحة معتادة زي إيه لأن لك الملك والقوة والمجد الجزء ده بيتكرر كتير قوي في الرسل وفي الليتورجية لأنه من جيل الأول في الكنيسة كان ختام كل صالة لازم جزء تزبيح الجزء للأسف اللي بنكروته حتى فابانا اللازي ده لا ده ده جزء أساسي لأن ده تسبحت الملايكة لك المجد والقوة والبركة والعزة والكرامة والسلطان والقدرة كل ده بيقولوا الملايكة طول الوقت فدايما كانوا يختم به أي جزء تعليمي أو يختم به أي نوع من الصلاة فقال الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعزمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور أمين لإلهنا كل ماكدو وقرام الأبدا ناخد أساسي